مستقبل أفضل للجميع، ذلك الذي ترافع لأجله الجزائر وهي تقترب من عضوية مجلس الأمن الدولي ممثلة لإفريقيا. البلد الأكبر في القارة الأكثر تمثيلاً داخل الأمم المتحدة، يترشح للمرة الرابعة في تاريخها لنيل مقعد بالهيئة الأمنية الأقوى في العالم. غاية تنشدها الجزائر مسنودة بخبرة سنوات من المساهمة الفعالة داخل أرفع التنظيمات الإقليمية والدولية، وبدور محوري في قضايا وملفات بارزة. إضافة إلى دعم معلن من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول حليفة وصديقة حسب تأكيد مسؤوليها. دعم كرس افتكاك هذا البلد في مرحلة أولى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 برصيد 178 صوتاً. وتلك نتيجة لحملة مكثفة بشرتها الجزائر دفاعاً عن ترشحها، لمنصب تراه امتداداً طبيعياً لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار. هي نظرة جزائرية تضع ضمن أولوياتها إصلاح الأمم المتحدة، وتفعيل الحلول السلمية والحياد الإيجابي من النزاعات، وتطالب بمنح إفريقيا مقعداً دائماً في مجلس الخمسة الكبار، لرفع ما تسميه ظلماً تاريخياً في حق القارة، كما ترافع لأجل إسماع أصوات الشعوب المكتومة واستعادة حقوقها المنتهكة، ما يجعلها الأقرب للضفر بعضوية جديدة داخل مجلس الأمن.